طبعا تبرأت المذيعة العيدان من شكوى المطربة شمس أصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بتأييد براءة المذيعة من العيدان من الشكوى الثانية المرفوعة ضدها من قبل المطربة شمس وذلك على أثر من القول أنها قد تطرقت لها في برنامجها نأسف عدم الزعاج وذكرت بعض المصطلحات والتي من شأنها المساس بها وسمعتها وأكد حكم المحكمة براءة المذيعة من العيدان وذكر أن العبارات المذكورة بالبرنامج والتي لا تمس الشاكية بصلاح حيث أنها فقط تتشابه معها بالاسم الأول ولم تذكرها بالتحديد كما أنه تم الاستناد إلى حكم محكمة الجنح المستأنفة الذي برأت العيدان من شكوى أخرى من قبل الشاكية شمس تتشابه معها في الاسم من جزر ساينت كيست من جزر ساينت كيست وهي جزر غير معلومة هذا الجواز اللي رفعت في شمس القضية هو من جزر ساينت كيست وهي جزر غير معلومة وكان صلب الدفاع مبنيا على عدم قبول الوكالة أساسا حتى يتم تحريك الدعوة الجزائية ضد المتهمة وأكد باقر أنه سيتم الرجوع على الشاكية بالبلاغ الكاذب والسب والقذف وجاري تحريك الدعوة الجزائية ضدها بالكويت والدولة المجاورة المتواجدة بها أوكي يعني احنا الحين يعني أنا بقاضي يعني أنا يعني أوشي أشكر المحامي بدرباقر يعني على مجهوداته الرائعة ودائما متواصل معاي يعني كلمة الحقن قالت وسانا استغرب يعني ما شفت ردة فعل من شمس معنا ما شاء الله يعني هددت وبدعت على تويتر قبل فترة يعني وقالت أنا ما رح أتركت إلا بالسجن أوكي يعني أعتقد يعني السجن ضابة مو بإيدك وعلى فكرة ترى في ناس يعني على بالهم شغلة ويضحكني في ناس على بالها حين خلنا نقلع من موضع شمس في ناس ما ضحكني